تختتم اليوم فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين وخلال احتفالية اليوم على هامش فعاليات المعرض سلمت وزيرة الثقافة نبين الكلاني شارة ضيف شرف المعرض من مملكة النرويج التي حلت ضيف شرف الدورة الحالية إلى سلطنة عمان التي تم اختيارها كضيف شرف الدورة المقبلة من معرض الكتاب وحضرت الاحتفالية سفيرة النرويج بالقاهرة هلدة كيليمتستال ونائب سفير سلطنة عمان بالقاهرة الوزير المفوض خليفة بن راشد الشمسي